زي ما باركنا قبل الفصل لرجال الناد الاهل الكرة الطيرة برضو بنبارك لرجال الناد الاهل لكرة السلة مبارح وحصلهم على دوري السوبر ما شاء الله فريق السلة في الناد الاهل برضو بيحصل على الخماسية خمس بطولات هذا الموسم بطولة مطيقة القاهرة والمرتبط والدوري والكاس وكمان البطولة العربية مبارح ظهرت لقطة رائعة يعني انا بعتبرها لقطة عشرين اتنين وعشرين زي ما شفناه فريق الكرة مبارح يعني قبل كده وهم بيدوا الكابت المحمود الخطيب للمداليا بتاعت اللعيبة مبارح ظهرت برضو لقطة لعبة رجال الناد الاهل لكرة السلة وهم يعني بيقلدوا الكابت المحمود الخطيب للمداليا الزهبية في لفتة رائعة جدا صراحة بتعبر هنا عن دور يعني مجلس الادارة والكابت المحمود الخطيب وقربه من اللعيبة وعايز اقف هنا بقى وقفوه هنا لو سمحته اوجستي المدير الفني للنادي الاهلي للسلة ده رجل اجنبي لما احنا بنتكلم على لعبة النادي الاهلي لعبة مصرية عارف الكابت المحمود الخطيب عارف نجوميته عارف تاريخه الكبير لكن عايز اقف عند اوجستي الرجل اللي بقاله يعني شهور قليلة داخل النادي الاهلي شهور قليلة داخل النادي الاهلي وهو بيقلد الكابت المحمود الخطيب المداليا بتاعته دي لفتة طيبة جدا لفتة تعبر ان اوكستي راجل مرتاح جدا في النادي الاهلي راجل شايف النادي الاهلي ومجلس إدارة النادي الاهلي والكابت محمود الخطيب بيوفروا كل الامكانيات ليه ما بيدخلوش في عمل وبيسهلوله كل حاجة بالمناسبة كمان كل المستحقات بتاعته بياخدها فلما النهاردة مدير فني يلاقي كل الامكانيات دي اكيد هيكون مرتاح في المكان ده وايضا كمان تومسون اللاعب المحترف في السلة مشهد رائع انا بعتبر اللقطة دي لقطة عشرين اتنين وعشرين لقطة العام لما نشوف الفريق باكمله اللاعبين الليداريين الجهاز الفني الجهاز الطبي كل الناس بتقلد الكابتو محمود الخطيب المديريا الزهبية لقطة عمرك ما هتشوفها غير في الاهلي وبرضو ده كمان معنا النهاردة عمر زهران تومسون اللاعب المحترف برضو نفس اللقطة بتاعت اوغستي لقطة حلوة جدا اشتركوا في القناة